السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التمرين 2-1 طبعا قبل ما نبدو في التمرين خلي ندرو مرجعه سريعه قلنا احنا ان جيب الزاوية هادي اللي هو جا ألف على سين بيساوي جبا على صاد بيساوي ججيم على عين هاي تفهمنا عليها لان جا ألف جا عبارة شين مقابل جا ألف شين قبلها على سين بتساوي جبا على صاد طول ضلع هذا بتساوي ججيم على طول ضلع عين احنا فرضا نبو الزاوية هادي نبو الزاوية هادي لابد شون يكون متوفر عندي لابد يكون متوفر عندي السين وطرف تام اما هذا او هذا او زز مع بعض مش مشكلة فهذا هو اللي منركزوا عليه لما فرضا نبقي نبقي طول ضلع سين طول ضلع سين موجود هنا فشين يجب أن يتوفر لي توفر لي جا ألف ومعاها بالإضافة اما الطرف هذا تام موجود او هذا موجود فخلي ثوه نمشو للثمين اثنين واحد يقول لك حدد في المثلثات الآتية امكانية استخدام قاعدة الجيب لإيجاد طول أطوال الضلع غير معلومة وقصة زوايا المشار إليها طبعا في المثلث هذا اللي هو ألف متلث هذا عندي طول الضلع سين هل نقدر نجيبوه ولا لا خلي نشوفو اللي هو بإمكاني نجيبه عن طريق جا ثلاثين على سين جا زاوية ثلاثين على طول الضلع اللي قبلها سين بتساوي جا أربعين على اثنين يعني حصلت أن هذا معلوم كله وهذه معلومة بإمكاني نجيب السين إذن بالإمكان إيجاد طول الضلع سين نمشو للباء وبعدين نطلع أو تقدر تطلع أنت بالأرقام وهو مطلبش من الأرقام هو بيقولك هل تقدر أو لا تقدرش إمكانية هل فيه إمكانية ولا لا فطول الضلع سين هل نجيبوه من هنا ولا لا فنعفونا جا أربعين جا زاوي أربعين على طول الضلع اللي قبلها بساوي جا هادي نسموها فرضا هذي ألف جا ألف على خمسة بتساوي نسموها هذي فرضا هم باء جا باء على ثلاثة نحن ننبوه السين هذي طول الضلع هذا ننبوه هذا معلوم لكن هذا مش معلوم وهذا أيضا مش معلوم فالزوز غمامي لا يحقق قريش لا يوجد إمكانية نبوه يكون اما هذا معلوم او هذا معلوم او الاثنين الضلع معلومات لكن يكون الزاوية هذي مش موجودة ونفس الشيء الزاوية هذي مش موجودة فمستحيل تقدر تديرها نمشو للفقراجيم الفقراجيم عندك نبوه تيتا نشوف الزاوية تيتا هل نجد الحقه ولا لا اذا جا تيتا جا زاوية تيتا على طول ضلع قبلها وهو أربعة بساوي جا خمسين دية هذه على طول ضلع قبلها ستة هذا معلوم معلوم ومعلوم وهذا مجهول يعني نقدر نجيبها لمنظر بطلافين فوسطين عنها بمكانين نجيبها نمشو لآخر فقر دال نبوه الزاوية تيتا هذه الزاوية تيتا جا تيتا على طول ضلع قبلها اللي هو هذا على خمسة بساوي جا ستين على طول ضلع هو فرضا نسموه سين على سين بساوي جا الزاوية هذه فرضا نسموها الزاوية ألف هي جا ألف على سبعة فلاحظ ان بش نبوه نجيبه جا ألف ان هذه مجهولة فهذا محققش معناها ما يقدرش نطبقها على التجاب في هذا المثال وهذا بالنسبة لأول كامرين في الختام لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب اللي هو الاشتراك في القناة كلا لك لايك اللي هو اعجاب كومنت تعليق إذا كلا لديك استفسار وشير إن أمكان أهم شيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته